فرحة لم تكتمل ففي الوقت الذي كان يستعد فيه أحم بوحاجة وغيره من فلاح الجماعة القروية إتسبيع لجني فاكهة التفاح كبدت مع واصف رعدية مصحوبة بالبرد والرياح القوية خسائر مهمة برد مس مساحة تتراوح ما بين 1500 و 1800 هكتار المديرية الجهوية للفلاحة بجانبها تؤكد أن حجم الخسائر يبلغ 36% مؤشرة إلى أن المساحات المزروعة المجهزة بالشباك الواقية من البرد لم تلحقها خسائر الضيعة دائرة الشبكة وهي بالنسبة للتفاح ما تقاش لأن الشبكة حماته واللي كانت منها هو أن الفلاح يدير الشبكة بعد الضيعة التي تتواجد داخل ممر البارد واللي المساحة ديالها تتبلغ تقريباً 300 هكتار كلها مغروسة بالأشجار تفاح ما حصل فيها احتضرار وذلك لكونها مجهزة بالشباك الواقية من البرد وهي مساحة لا يستهانه بها كونها تتمثل 21% من المساحة المقدرة لهذا الممر البارد المديرية تدعو أيضاً الفلاحين إلى تجهيز المساحة المزروعة بالشباك الواقية والتي تخصص لها الوزراء إعانة في طر صندوق التنمية الفلاحية تبلغ نسبتها 40% من تكلفة التجهيز مع تحديد سقف لهذه الإعانة يصل إلى 50 ألف درهم ترجمة نانسي قنقر